اخدتوا بالكم ان ادخل بالتصوير البطيء لان انا فيه فكرة في مخي قاعدة عمالة تلف وتروح وتيجي وتكبر وتضمحل وتصغر وتتضخمها كذا من امبارح وبالمناسبة هي الفكرة دي مش بعيدة على الاطلاق من خبرنا اللي هنبدأ بي يعني بشكل اساسي او رسمي الفكرة مبنية على امبارح على المشأة بتاع امبارح اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمناقشة اللي حصلت ما بين الحضور الكرام وما بين بعض من الحضور زي استاذ ابراهيم عيسى وفخامة الرئيس وما الا ذلك اقول لكم اياه المسألة المتعلقة بالتدريس في المناهج تحديدا بتاعت اللغة العربية يمكن دي نقطة اثرها الاستاذ ابراهيم على مسألة تدريس النصوص الدينية الاسلامية لكافة الطلاب بصرف النظر عن مين مسلم مين يهودي الاخ 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 صحيحنا مصر فيها تمانية او عشر يهود لكن الاساس في الموضوع انا قاعد عمال بفكر في الحكاية دي وقاعد عمال بفكر اكتر في كلام الرئيس على مسألة بناء الوعي وتغيير الثقافة ان احنا ازاي بقى في عندنا ثقافة قبول الاخر وقاعدت اطرح على نفسي اسئلة كتير وجزء منها بالمناسبة اسئلة كنا ومناقشات كتير حصلة بالزبط تقريبا لمدة ساعة ونص او ساعتين ما بيني انا وزمالي محمد فتح يونس وعبد الله وعبد اللطيف وقاعدين عمالين بنتكلم واحمد اشرف وهكذا ايه هي الاسئلة؟ مثلا من ضمن الاسئلة اللي بفكر فيها هل المسألة في ان احنا بس اذا افترضنا جدلا ان هذا جائز او وارد انه ندرس نصوص من العقائد والديانات الاخرى لولادنا فيبقى احنا كده عملنا عملية ارضاء عام او ارضاء للشكل العام شكليا ده هيبقى لطيف شكليا لكن السؤال انا استفدت ايه؟ يعني ايه اللي هستفيده من وراء ان انا هدرس نص مسيحي او نص يهودي؟ ولا ان احنا ناخد الموضوع ونبدأ نعمل عملية development نبدأ نطور فيه ايه الهدف من التدريس بتاع النصوص لعقائد والديانات مختلفة؟ يعني مثلا هل نختار مجموعة من النصوص اللي كلها بتتكلم حول نفس المفهوم؟ المفهوم المتعلق مثلا بالتوحيد المفاهيم المتعلقة بالسلام المفاهيم المتعلقة بالقبول المفاهيم المتعلقة بنبز العنف في النصوص الدينية التلاتة فلما انا اعمل ده يبقى انا بعرف المسلم بالديانات الاخرى وبعرف الديانات الاخرى بالمسلم والمسألة هنا مش متعلقة بقى بان انا بفرض علي تقنق يتعلم او يحفظ او يفهم نص بقدر ما انا بطور من طريق تفكيره انه يتعرف على العقائد المختلفة وعلى مفاهمها وازاي ان فيه وحدة ما بين هذه النصوص خلي بالك انا ساعة كتير كنت اسأل اقول الذكر ايه هو الذكر؟ هل الذكر هو القرآن الكريم فقط؟ ولا النصوص التلاتة؟ خلي بالك احنا بنقول عليها ايه؟ الكتب السماوية الثلاث فييجي السؤال ولماذا لا نأخذ مقتطفات من ذكر الرحمن سبحانه وتعالى؟ فانا اخذ جزء من الطورة وجزء من الانجيل وجزء من القرآن الكريم وابدأ اشوف الوحدة اللي ما بين وحدة الفكرة ما بين نصوص تلاتة ودرس ده بقى لطلبة الابتدائي الحاجات دي تدرس لاعدادي حاجات اكبر واشمل واعمق لطلبة السنوي وما الى ذلك هنا هتبدأ ترسخ وتكرس لإيه؟ قبل فكرة احترام الآخر افهم الناس افهم مين هو المسيحي وافهم مين هو اليهودي وافهم مين هو المسلم افهم وتقبل عشان تتقبل القبول ده هيجي منين؟ هيجي كده يعني؟ لا هيجي بان احنا نرفع شعارات ثورة 19 يحي الهلال مع الصليب؟ لا القبول يجي من الفهم انك تقدر تفهم انك لا تتهم احد بكفر وبشركة عمال على بطال وده يجرني الى برضو جزء تاني من المناقشة احنا عاوزين نغير الثقافة ازاي؟ وعاوزين ازاي نخلق معركة وعي حقيقية ترتفع بوعي الجماهير يبقى لازم من وجهة نظري ان احنا نرسخ لمفهوم العقيدة خلي عند العيال الصغيرين دول من اول ما بيخشوا الحضانة في ابتدائي في اعدادي في سنوي ترسخ لديه العقيدة فحد من السادة الاصدقاء والزملاء قال العقيدة الاسلامية فاتحكت هو احنا ليه طول الوقت مختزلين مصطلح كلمة في اللغة العربية اسمها عقيدة اي اعتقاد في انها بتاعت المشلمين بس لا هي كلمة ما ترسيق العقيدة هي عقيدة دينية فكرة متأصلة لا تتزعزع مزروعة جوايا بتنمو وبتكبر وتنبت مجموعة من الافكار لو مزروعة صح تطلع افكار صح فالعقيدة هنا هي اسلامية ومسيحية ويهودية وهكذا صح الكلام طيب يوسف احنا نركز على موضوع العقيدة يعني احنا معناه ان احنا هنعمل شكل اشكال تعليم الديني ممكن تفكر فيها بالراحة بعد اذنك يعني واحنا بنفكر مع بعض وانا بتكلم بجد وانا بقول الكلام ده علشان خاطر ده فعلا انطلاقا من اللي انا شفتوا مبارح اللي انا شايفتوا مبارح ده انا باعتقده بداية لاثمار عظيم جدا لو احنا اشتغلنا عليه مظبوط كلنا نشتغل عليه مظبوط مش بس الحضور الكرام كلنا نشتغل عليه مظبوط نقعد نفكر في انه هو ترسيخ المفهوم العقدي لدى اي حد هيساوي فورا منظومة اخلاق سليمة ورشيدة تيجي تقول لي وايه علاقة ارتباط الاخلاق بالدين انا هسألك هو الدين اتوجد مع تواجد البشرية على سطح الكوكب ولا لا يعني سيدنا ادم عليه السلام نزل هو والسيدة حواء بايه بالتوحيد فكان الدين موجود حاضر هتيجي تقول لي بس اصلا حصلت اختلافات وتغيرات كتير جدا على مدار قرون والاف السنين احنا ما نعرفش سيدنا ادم كان موجود من كام الف سنة او من كام مليون سنة حتى هقول للجميع هتقول لي طيب ما هو فيه ناس اشركت وناس كفرت وناس بطلت التوحيد وحصل تعددية لديهم في الربوبية وما الى ذلك اقول لك اه ولكن كان دايما فيه عقيدة ما هو بقى متعدد الالهة او متعدد الربوبية دي مشكلة تاني يعني ده موضوع تاني لكن هو يعبد عشر الهة مثلا وبالمناسبة حتى ده مفهوم خاطئ عشان بس تبقى عارف يعني مفيش حد كان بيعبد عشر الهة اصلا خالص هنحكي الحدوتة بفكرة التعددية دي ظهرت ازاي بس ده موضوع اخر هنتكلم فيه قدام شويتين يمكن فيه حلقة تاني وده انا قريد فيه كتير اوي وكويس اوي 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 لكن هو طول الوقت عنده حاجة تبقى اللي ديانته عقدته اسمها حلال اسمها حرام مباح غير مباح يجوز لا يجوز وبينهم امور متشابهات دايما ايا كان اسم الديانة عند اتباع زردشت عندهم نفس القص اللي عبد النار عنده نفس القص وبالنظر ما كانش بيعبد النار ودي برضو حدوتة اخرى لكن اللي انا عايز اقولهولك انه اي مفهوم وبناء اخلاقي بناء قيمي هو نبع بالاساس من المعتقد الديني فلا يوجد اي مجال اشمل واكبر واعم من انك انت تشتغل عليه من انك تزرع العقيدة في النفوس العقيدة دي بتاعة المسلم ازرعها جواه العقيدة دي بتاعة المسيحي ازرعها جواه العقيدة دي بتاعة اليهودي ازرعها جواه لو دا ترسخ اصبح موجود عندك بناء قيمي واصبح موجود عندك بناء اخلاقي ولو العقيدة مترسخة ومبنية مظبوط انسى انك تشوف تطرف انسى انك تشوف تشدد وتذكر دائما انك هتشوف مسألة القبول وتذكر دائما وتأكد مية في المية انك هتجد حالة من حالات السلم العام ده اللي احنا بنسميه هنا السلام الاجتماعي الكل يتقبل الآخر انا بشوف ده من وجهة نظري ده تفسيري هنا لكلام الرئيس مبارح وهو يتحدث على مسألة احنا مناش دعوة مين نؤمن مين مش مؤمن مين مسلم مين مش مسلم مين مش بيعبد مين موحد مين مش موحد عارف انت كده زبزط المفاهيم بتاعت مسلم يعني المسلم اللي هو انا مثلا عشان انا اسمي يوسف مصطفى الحسيني انا بصلي خمس صلوات في اليوم وبصوم رمضان ولو ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني فاقدر اصوم احيانا لتنين والخميس على حسب الصحة كده ما هي جايبة الى اخي الى اخي اروح اعمل عمر هو بالمناسبة ربنا في القرآن الكريم وهذا اكلم للمسلمين ربنا قال ان المسلمين من ايام سيدنا ابراهيم قال كده في القرآن وليس اجتهادا في حديث او تفسير ده ربنا قال كده بالنص وفي اكتر من موضع وارجع لصورة قلي عمران بالمناسبة يعني اللي انا عايز اقولولك بلاش فكرة الاحتكار انه المسلمين على الحق والبقين يعني ماشي فنقول ايه اخوتنا المسيحيين ايه ده انت بتقولها مجاملة ولا انت عندك يقين يقين الكل يعبد نفس الرب رب العز هو واحد بالمناسبة كلنا موحدين كلنا نعبد ربنا المناقشة بقى التانية دي مش موضعها دلوقتي المناقشة الرئيسية اللي دا يرف مخي هي فكرة تكريس وتثبيت وترسيخ مفاهيم العقيدة ان العيال تكبر وعندها عقيدة عندها يقين دا اللي بيبني تاني منظومة اخلاق ومنظومة قيامية فلن تجد الكاذب او الغشاش او المدلس طب بالمناسبة الخمر في الديانات الثلاثة حرام الزنا في الديانات الثلاثة حرام القتل في الديانات الثلاثة حرام السرقة في الديانات الثلاثة حرام حرام مرفوضة تماما في الديانات الثلاثة اذا فين المشكلة يبقى أنت عن طريق ده بترسخ لمفاهيم تاني قيامية ومنظومة أخلاق ما تيجوا نفكر فيها كده أنا مش هقول لكو يلا بينا جماعة نفتح باب الاكتهاد ولا تاني المسألة مش بالسهولة دي والمسألة كمان مش بالسطحية دي ما فتح باب الاكتهاد ده حاجة عظيمة ومهمة وجميلة وتفتح حريات كتير لكن إزاي الثقافة بتاعتنا هتتقبل ده ولا إحنا جاهزين لفتح أبواب الاكتهاد على مصراعيها ولا هنعمل زى الدولة العباسية ونيجي فجأة نقرر أنه لا اقفل مثلا يعني وده برضو كان جزء من مناقشاتنا أعمل خليفة المعتصم قفل باب الاكتهاد مثلا يعني طيب وهل أبواب الاكتهاد أو الحوار سيبك بقى من باب الاكتهاد فكرة خلق هذا الحوار ما بيننا ما بين بعض مش بس مزيع اسمه يوسف ومشاهدينه ولا كل المزيعين ولا كل المفكرين هي المسألة هنا أن الدولة بتخلق الحوار اللي حصل مبارح الدولة وضعت اللبنة الرئيسية والواضحة لمسألة حوار نتحدث نتناقش زي بكتب قلت لكم مبارح نختلف دون إيه دون ضغاء دون خلق أزمات إحنا بنتناقش عشان في الآخر خلص نقدر نوصل لحلول مش أنصف حلول حلول تؤدي إلى إيه إلى تطوير الثقافة داخل هذا المجتمع لسه حتى زميلي هو صديقي العزيز بالمناسبة مش بس زميلي عشان أنا بيحبه أويطاها مخرجنا العظيم يقول لي إنبارح كان فيه أراء كتير قدام الرئيس أراء مختلفة وده اللي حاصل زي ما كنت بقول لكم على سبيل مثال رأي له السيد إبراهيم عيسي مثلا وبعدين رأس السادة المستشار عمر مروان والرأيين هنا فيهم مساحات اختلاف ومساحات اتفاق هتجي تقول لي فين الاتفاق هقولك ارجع تاني لك الأموزير العدل فقال المسألة مش بتكلم على وجودها في البطاقة من عدمه لكن أنا بتكلم على وجودها عندنا في السجلات في السيستم سموها بقى أنتوا زي ما تسموه إن أنا بقى عارف كل واحد يانتوا إيه علشان خاطر فيه عندي قوانين أحوال شخصية وعندي جواز وعندي طلاق وعندي ترمل وعندي مواريس وعندي حاجات كتير وهو فعلا سادة المستشار قال الكلام الحقيقي قال يا جماعة هو الدستور بيقول إن لكل ديانة أحوالها الشخصية تبقى لإيه تبقى ليها تبقى لظروف متطلبات هذه الديانة هذه العقيدة طرقها المختلفة فلسفة هذه الديانة بتشوف إيه فكل واحد هنا بقى إيه عند المسألة بتاعت الأحوال الشخصية هيرجع لديانته لكن الأساس في الأمور إيه بقى هنا الاختلاف اللي حصل المناقشة اللي جرت بلاش بعيدا عن كل ده خدت بالك لما السيد إبراهيم مثلا قال إيه بيقول للرئيس إنه طب ليها فاندم ما يبقاش فيه قانون يقول إنه الدولة تتكفل بطفلين أما الثالث فده برة البرنامج بتاع الدولة ومش بتكلم على الوضع القامل أنا بتكلم على فيما بعد يعني اللي هاي يخلف فيبقى فاهم إنه من هنا ورايح لما تيجا هتتجاوز وتخلف فحضرتك الدولة تتكفل بالعيلين دول أما الثالث فما فيش حلو؟ طيب ده هنا رأيه سيد إبراهيم وبعدين جي الرئيس قال إيه؟ قال له طب إزاي؟ والولد ده مش هيخش يتعلم هو أبوه ما عندهش الملائق الملائقين ويعلمه وأنا كدولة قلت ده التالت ما ليش دعوة به ما هو مش هيتعلم ومش هقدر أصرف له بطاقة التموين أو أحطه على بطاقة التموين فمش هيكل كويس فيبقى مين الخسران طيب أنا أتفق هنا في رؤية الرئيس فعلا مش هزار بالكلية وبالإجمال وبالتفصيل وأختلف هنا مع صديق العزيز السيد إبراهيم عيسى تماما إنه لا أنا ما ينفعش أحمل هذا الطفل الذي لازم له على الإطلاق تبعات شيء ما فيه طريق التفكير أبوه أمه وفي نفس الوقت الدولة نفسها ما هي في الآخر خلص هيبقى فيه عندها ولد مش متعلم مش واكل كويس مش صحته حلوة إلخ 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 فعملين أصبح حمل بس أنا لازم أشيل هذا الحمل فهرجع تاني أفكر إزاي يعالج المسألة كويس لكن اللي يهمني في القصة دي إي بقى المناقشة اللي حصلت عيسى قال وجهة نظره الرئيس رد بمنتهى الهدوء هذا له حجته والرئيس له حجته إلى آخره فاتناقشنا فقد يفتح أبواب من المناقشة وفكرة إيجاد الحلول وإزاي نقدر نشتغل على ده وإزاي نقدر نغير الثقافة بتاعت المجتمع إزاي نقدر نقاهل المجتمع إنه يفهم كويس إنه هم عيلين وكده ميت فل واربعتاشر ويا سلام سلم لو عيل بصراحة تقول يا يوسف ما أنت عندك عيلين أقول لك ما الحمد لله لكن لو إحنا بنفكر بقى مثلا بطريقة أكثر تقدمية أقول لك طب ما هو عيل أصرف عليه أحسن وأكله أحسن وشربه أحسن ولبسه أحسن وفسحه أحسن ومديه العبرياض أحسن إلخ 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 طب اتنين بس ثلاثة واربعة وخمسة طيب هنفهم الناس ده إزاي هنفهم إزاي إيه منطلقاتنا فين إحنا نفهم ده وإزاي نقدر نقنع الناس بدا نقنع مش نجبر ما هو أنت لازم تغير الثقافة عشان تقدر تحط القانون طب غيرت الثقافة وحطت القانون قنو مش هتطبق لأنه عكس الثقافة المجتمعية فيبقى كأنه العدم سواء كل الملأشة دي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أدت إلى صدى حقيقي بالمعنى الحرفي أممي واسع فهتلاقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على حسابه الرسمي على موقع التواصل تماعي يا جماعة مش معاي طيب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا بيهنوا مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واللي أعلن عنها مبرح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيس يوم السبت من العاصمة الإدارية الجديدة التغريدة قدام حضراتكو هي فين راحت فين أنا عشان مش شايفها يا جماعة بص التهنئة واضحة يو ان دي بي ايجيبت كويس طيب فكرة الصدى طيب هذا الصدى من الأمم المتحدة وسوف تجد الصدى موجود في دول الاتحاد الأوروبي وسوف تجد هذا الصدى موجود في أمريكا الشمالية تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هتلاقي ده في يونيزيلاندا هتلاقي ده في دول العالم الذي يطلق على نفسه ايه العالم الحر هيبدأوا يبصوا هنا بمظرى مختلفة تماما على مصر هيبدأوا يشوفوا مصر ازاي بتحاول تصيغ شكل جديد لمسألة الحوار وتغيير الثقافات وتقبل الآخر وما إلى ذلك حتى في كلام الرئيس هو يتحدث قالك ما ينفعش نقعد تسعين سنة يا جماعة وإحنا بنسك بثقافة واحدة وليها أهدافها انت عاوز تعتقدها أو تعتنقها انت حر بس ما تستهدفنيش وما تجبرنيش عليها وقال كده مش بتكلم علي يا أنا أنا بتكلم على الدولة على المجتمع ما ينفعش فاهميني؟ طيب بمناحب الكلاع أمم المتحدة فخلينا أقول لكم أنه وزارة الثقافة بتنهي مع اليونسكو أو بتنتهي مع اليونسكو من ترميم المرحلة الأولى من قرية حسن فتحي بالجورنة على رأي إخواننا في لقصر ما بيقولوها خلونا ناخد معنا على تليفون المهندسة دعاء محمد الصادق مدير مشروع إحياء قرية حسن فتحي بالقرنة أو جورنة بلقصر أهلا بكم أولقصر زكي بشمندسة دعاء مساء النور عملة إيه كله تمام؟ الحمد لله كله تمام إحياء قرية حسن فتحي وانتهاء وزارة الثقافة مع اليونسكو تعاونا في الانتهاء من تراث وقرية حسن فتحي عايزين نعرف تفصيل هو احنا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير قرية حسن فتحي احنا بدأنا العمل يناير 2020 كانت أصعب فترة طبعا هي فترة الكورونا دي كان بدء المرحلة الأورى للمشروع تم ترميم ثلاث مباني هما المسجد والمسرح والخان دي كانت بداية المرحلة الأولى كان الممون لينسكو وكانت الشركة المنفذة طبعا ايكيو اي معالي الوزيرة مبارح قالت ان المرحلة الثانية ان شاء الله يكون الممون لها هو وزارة الثقافة والتنطيق الحضاري مع بعض ده بالنسبة للمرحلة الثانية المرحلة الثانية بتتضمن مبنى حسن فتحي بيت حسن فتحي والسوق لان هو الفضل من قرية حسن فتحي هو حسن فتحي قندية قرية بتاعته وتتضمن 83 منزل بس اللي توقع منهم هم خمس مباني بس مع الاسف احنا قمنا بالترمين في المرحلة الأولى بتلت مباني وفضلين مبنيين من القرية هم اللي لسه ما ترميموش بيت حسن فتحي والسوق وضر العمدية طيب ده كويس قوي طب هل من الوارد انه قد يمتد البرنامج او لو حتى بالجهود المصرية فقط ان احنا نبدأ نعمل بناء من اول وجديد لبقية هذه المنازل التي لم يتبقى منها شيء ولكن بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب المعماري للمهندس حسن فتحي رحمة الله يا علي يعني فكرة عمارة البيئة او قد يطلق عليها البعض الاخرى عمارة الفقراء عم destا والله ده اللي احنا بنحاول الذي احنا بنعمله على المجتمع المدني اللي حوالين المكان لانه كان فى صعوبة فى الموضوع جامد اوي لانهما مش متقبلين حاجة زي كده فكرة عملية الترميم للقرية بنفسها بنسبة لهم طبا جدا احنا قد Trust عن ما نعيد مي شيء ليه مش متقبلين مش متقبلين الفكرة مش متقبلين الفكرة تماما بيخافوا من الموضوع ان القرية لو اترممت عندهم خوف جسيم أن المباني بتاعتهم هتتاخذ لأن الموضوع ده من 2009 وتم غلق المسرح والمسجد والخان في عملية الترميم في أكتر من شركة منفزة دخلت علشان تكتمل المشروع بس مع الأسف كل الشركات فشلت بسبب المجتمع المدني بسبب الأهالي بتوع المكان برغم أننا كنا بنفسرهم وسائل شغل يعني كل اللي كانوا شغالين عندي في الموقع 90% من أهالي المكان من القرية نفتها طب مش ده باش مندسة دعائية تطلب أن احنا كنت لسه بتكلم على فكرة خلق الحوار دائما ده أفضل شيء ممكن لإيجاد حلول احنا محتاجين حوار أكتر مع الأهالي هناك ولا إيه مهو ده بالضبط اللي احنا كنا بنعمله والفراحة اللي بذل فيه جهد كبير جدا دكتور لطفي حسن هو معي برضو في المشروع هو مدير المشروع وهو على فكرة بيشتغل تابع المهد الشرقي لجامعة شيكاهو ومديري برضو هو بدأ أول مدخل في المشروع أول حاجة هو ركز عليها وبصل لها المجتمع المدني إزاي وصلهم ثقافة إن المكان ده بتاعكم وإن انتوا لازم تحفظوا عليه وإن التراث بحاجة بتاعتكم وإن المكان ده لو اشتغل هيفيد أهالي المكان طبعا وجهنا صعوبة كبيرة جدا في المكان وأنا بترفع خاصة وجهة صعوبة في المكان لإن إحنا برضو عندنا الصعيد ما بيتقبلش فكرة إن امرأة هي اللي تقود الموضوع غريبة برضو يعني الصعيد ما كانش كده أنا من مدينة الجورنة حلو حلو طيب يعني أنت بنت المكان فأنت عندك قدرة على أنك تقدري تفهمي طبيعة الناس اللي موجودة وبالتالي أنت أقدر حد يعرف فيه يعمل تقاربات ما بين المشروع وما بين الأهالي ما هو ده اللي إحنا حاولنا إن إحنا نعمله في بداية المشروع وعشان كده يعني كان فيه فيه جهد جامد لأن إحنا ما كناش دخلين عشان نرمهمه بس لإحنا عايزين نغير فكرة عايزين نغير ثقافة عايزين يعني يعني ده ترميم تاريخي يعني عايزين ده تاريخكم هم اللي حافظوا عليه بنفسهم لأن زيهم حضرتك تعرف إن هم في البداية حسن فتحي لما يجيب أنا القرية دي هم نفسهم فتحوا عليهم هوي هم حربوا إن هم ما يعملش القرية دي هو تحارب من أهالي المكان برضو اللي هو كان بيعمل لهم القرية بتاعتهم علشان الخوف يا باش مهندس الناس خايفة أما عشان الخوف بس ما إيه اللي ممكن يتعامل يعني مجرد بس دي عصف زهني كده ما بيني وبين حضرتك إيه اللي ممكن يتعامل فيبدد هذه المخاوف إيه اللي ممكن يتعامل فيخلق حافظ لدى الأهالي إن هم يشاركوا في ده أو يباركوا أو يساعدوا فيه والله اللي إحنا بدأنا نعمله معاهم دلوقتي إن إحنا نجيبهم ونفهمهم نعمل لهم عملية وعي وإن هم بيشتغلوا أطلاً في المكان دلوقتي ومنهم نات كتير جداً إحنا دربناهم وكانوا عمال عاديين بيقيت عندهم حرفة دلوقتي يعني إحنا كان عندنا فريق من جامعة شيكاغو بيشتغل معنا وهم يدربوا ناس من أهالي المكان ودلوقتي بقى عندنا ناس من أهالي المكان نفسهم هم بيشتغلوا في ترميم الأحجار كويس في القباب ويعني بقى عندهم خلفية كبيرة عن الموضوع فيه جزء منهم نقدر نقول الحمد لله بنسبة كويسة إن هم فهموا لوعيدة ونسبة فيه جزء تاني برضو فيه ثوبة في الموضوع معلش المسألة تاخد وقتها اللي اشتغلوا في المشروع من ولاد القرنة هم دول اللي يقدروا يبقوا سفراء قرية حسن فتحي يقدروا يشرحوا ويوضحوا أنا عايز أشكرك جدا بش مهندسة نورتينا مهندسة دعاء محمد الصادق مدير مشروع إحياء قرية حسن فتحي شوف البني آدم طول الوقت عدو لمخاوفه والعكس صحيح بدد المخاوف الأمور تتحل طيب الإنسان بيخاف من إيه؟ الإنسان بيخاف مما يجهل أي بني آدم العين الزغير بيخاف لي من الضلمة أنا بكلمك بجد بيخاف لي من الضلمة علشان هي بالنسبة له مجهول إيه اللي في الضلمة دي؟ إيه اللي في الظلام الحالك ده؟ هي دي الفكرة أنت بتخاف من الشيء اللي أنت ما تعرفوش عمل بالزبط كده زي أول ما جابه أول أطر في مصر تحديدا مش بقى القطر المحافظات التراموي الترامي يعني حلو؟ عارفوا المصريين عملوا إيه؟ مصريين خافوا منه افتكروا وحش في الأول خالص ناس طيبين بتوعنا عمره ما شافوه وحش فالإنسان إيه؟ يخاف ما يجهله ويبدأ يناصبه العداء طيب ولو ما جهلهش يعني فهمه عارفه فصصه بمعنى أدق ما بقاش خايف ولو عارف بقى أن في منه فايدة هيحبه مش في منه فايدة يبقى يحبه أخده بالأحضار أنا أظن أظن أنه السيدة الأفاضلة قائمين على هذا المشروع مهمة أوي يفهموا مخاوف أهالي القرنة هناك إيه؟ إيه هي المخاوف؟ طب ألأ من إيه؟ طب خايف من إيه؟ طب ما تيجي أشرح لك أنه لأ مخاوفك دي وأكد لك بكل وسائل الإقناع الفعلية والوقعية أنه مخاوفك ملاش أي أساس من الصح طب عدينا دي ده أنت كمان هتستفيد طبان هتستفيد إزاي؟ واحد اثنين تلاتة اربعة خمس ثق ده مشروع ساعتها هيكتمل الإنسان يخاف مما يجهل وقع حين يخاف مما خاطر موضوع القرش موضوع أنه إلحق في قرش وإلحق وطلع في السحل الشمالي وإعمل وسوي حدوتة كده فييجي السؤال وإيه اللي حصل علشان يبقى في قرش وييجي عندنا ليه؟ ويقرب من الشواطئ المصرية ليه؟ في هنا أسئلة بالمناسبة في الحاجات اللي زي كده ترجع فيها المتخصصين وإن كان أظن أظن هذا القرش أو هذه القرش عندما تقترب من أي مكان في الدنيا بيبقى أكيد بدافع الحصول على الطعام فده معناها أنه الفرقس بتاعتها الطبيعية خلصت أو قلت فيبدأ يتحرك في مناطق تانية يدور طيب هنعمل إيه في الحالات اللي زي كده؟ خلونا ناخد معنا على تليفون الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا يا فنس إزاي الصحة كله تمام؟ تمام الحمد لله تمام الأول خلينا أسأل حضرتك على أنه صححني إذا كنت أنا غلطان في مسألة إيه اللي يخلي قروج تقترب أصلا من السواحل بتاعتنا في حين أنها ما كنتش بتقترب من هذه المناطق فأنا كنت بقول أنه أكيد ما لقيتش أكل فقربت طبعا نفنزم نحن بنتكلم بشكل عام دي أحد أهم الأسباب أو أحد أهم النظريات المتدولة عالميا في أسباب هذه النوعية من حيوات دمسية أعمال الصد الجائر اللي بيتم على مصادر الطعام لهذه الأنواع من الأسماك المختلفة طبعا فبالتاني دوت بيدفع إلى توسعة دائرة بحتها عن الغذاء توسعة دائرة بحتها عن الغذاء دي ممكن تصل إلى الشواطئ القريبة اللي بيتواجد فيها الإنسان بشكل أو بآخر لممارسة الأنشطة المرتبطة بالسواحل سواء أنشطة طرفية أو كده مفهوم جدا طيب يجي السؤال هل فعلا تم رصد أي قروش من قبلكم يعني واقعا بعيدا عن السوشيال ميديا هل رصدت هذه القروش هل فعلا عندكم ما يفيد أنه ده حصل وإذا حصل أو عايزين نحول دون حدوثه أو درق مخاطره هنعمل إيه طبعا حضرزك عشان دست نفرق ما بين ما تتمد دوله أيوة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين اللي فاتوا وعموم تعرض السواحل المصرية هذه النوعية من المخاطر صح فأنا لو بكتلم على البحر المتوسط بالصوص الحادثة اللي هي حصلت من يومين دي طبعا إحنا وزارة البيئة أخذت على عاطقها من سنوات يعني عملية التحقيق في جميع الحوادث اللي بتحصل على السواحل المصرية بهدف تأليل اتخاذ الإجراءات لتأليل احتمالاتها قدر الإمكان وهنا بنتكلم على تواحل البحر الأخمر أو في بعض مدن محددة سواء مدينة شرم الشيف أو بعض المدن الأخرى اللي موجودة على ساحة البحر الأحلى دي أول حدثة أو أول تقرير أو أول بلاغ يارد لجهاز شهون البيئة بحتى حصلت في ساحة البحر المتوسط من أول لحظة وصول البلاغ طبعا إحنا بنطبق برتوكولات يعني مطبقة بكل دول العالم اللي استطيع عرض هذه النوعية من الحوادث وهذه المرتوكولات بتشمل اتخاذ إجراءات للتحقق من النوع اللي بيتسبب في الحدثة أو حجمه أو الملابسات اللي أدت إلى الحدث أول إجراء بيتعمل أن احنا بنحاول نصل إلى صورة للجرح اللي أحداثه هذا القرش على البناء آدم لأن من خلال شكل الجرح وطبيعته وحجمه بنقدر نحدد نوع القرش بشكل ضخيف جدا من خلال مانوالد تبلش في العالم كلها وحجمه المتوقع اللي هو هجم على الإنسان الشركة أو المشروع التياحي اللي تعرض لهذه الحادث تتضل يعني مشكورا في خلال دقايق أرسل لنا صورة للجرح وبرضو خلال دقايق فيقنا بنسبة مليون في المية أن هذا الحادث لا يوجد له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحوادث سجوم أسماك الكرش على البشر أنا قريت المنشور عن التقارير الطبية يعني ما نشرع عن التقارير الطبي الخاص بهذا المصاب يعني فاللي منشور بيقول أنه لا ده جرح قطعي تسببت فيه آلة حدة ولا يوجد ما يفيد على الإطلاق بأنه نتيجة عضة إرش ده تبقى اللي هو منشور على المواقع الإخبارية المختلفة يعني وبيتنافى بشكل مطلق مع جميع أنواع الجروح اللي ممكن يتسبب فيها أسماك القرش في هجومه على البشر وعشان إحنا هنا بنأكد كوزار الديئة وبننفي علاقة أسماك القرش بهذه الحادثة وغالبا فيه حاجة ما تحتاج تنقف الجهات الإخصاص الأخرى للتحقق من سبب الرواية اللي رواها المصاب وادعى فيها أنه هو تهاجم في سمكة قرش وواضح طبعا يحكي نحن مش متخصصين في هذا الموضوع لكن واضح أن الإصابة تمت بأداة حدة من جانب واحد لأن الموضوع ببساطة جدا لما سمكة القرش وكلنا عارفين أنه بيقاليها فك علو وفك صف بأفضل حاجة يعني بدول الدخول في التباصيل لما بتعود بناء قدم لازم تسيب أثر على جانبي العظة يستخيل الناس تعمل جرح كده قطعي من جانب واحد بهذا الشكل الحاد جدا والصورة يمكن متدولة على وثاء الإعلام يعني بشكل كبير وبالتالي أعتقد يعني جهات الاختصاصة تقدر تنصل لحقيقية الحادث والأسباب اللي دعت هذا الشخص للدعاء أنه هو تحض حرم ده شق السؤال بقى اللي هو بتاع حضراتكم حماية الطبيعة في وزارة البيئة هل إحنا لدينا أجهزة إمام متقدمة تقدر ترصد لنا حركة الأسماك في اخترابها من الشواطئ ترصد لنا إذا كانت دي قروش ولا مش قروش وبالتالي هل فيه هجرة المال القروش نتيجة اختلافات فيه درجات حرارة المياه نتيجة طيارات الحاجة اللي أنا ما فهمش فيها دي يعني بس دي بتاعتكم هل إحنا عندنا هذه الأجهزة وهذه الأدوات والله إحنا عندنا في وزارة البيئة يمكن خلال الثلاث سنين اللي فاتوا تم تكسيف أعمال تقييم جميع الحوادث اللي تعرضت لها مصر وبالذات بقى نتكلمين على البحر الأحمر خلال الثلاثين سنة اللي فاتوا على أساس ندرس جميع ملابسات هذه الحوادث عشان نقدر نتوقع من الأسباب الفعلية لأن احنا عندنا أسباب محتملة محتاجة بقى نتحقق منها ونتأكد أي من هذه الأسباب لها على طب ومشرة بزيادة وكيرة حوادث سجوم أسماك القرش على البشر في البحر الأحمر اللي نسبيا برضو مزالت هي الأدنى على مستوى العالم برضو من باب الاهتمام وباب الحفاظ على سلام المستخدمي السواحل المفروض فيه مجهودات يجب أن تفعل ومن ضمن هذه المجهودات انتهت مزارة البيئة خلال الفترة اللي جاية من تفعيل أو تطبيق برنامج رض استخدام أجهزة متقدمة جدا جدا هنقدم نتوقن منها السلوك الحرقي وحجم المخزون السمكي لهذه الأنواع ومثلت أنواع طبعا اللي تسببه في مشاكل في البحر الأحمر خلال العشرين سنة اللي فاتوا هو الأوشيانيك والماكو والطايجر شارك طبعا هنستهدف هذه الأنواع بدراسة ضغيقة من خلال تركيب أجهزة تتبع لها وهذه الأجهزة هتقدر من خلالها نعرف بالضبط السلوك الحرقي لأنه ما هو منشور عالميا في المجلات العالمية هذه النوعية من الدراسات أن هذه الأنواع بتهاجر لألاف كيلو مترات من أماكن معيشتها لأسباب غير معلومة وبترجع لأماكن معيشتها تاني الأهم حاجة في الدراسة دي أننا عادينا تيقن أن المدن اللي ليه أهمية خاصة في الاستخدامات البشرية على الساخر هل هي موجودة في نطاق أماكن معيشة هذه الكائنات ولا موجودة في مصارب هجرة اللي بيتم من سنة الأخرى لأن طريقة التعامل لتأليل احتمالات هذه الحواد سترتبط بشكل كبير على الإجابة على السؤال ده النقطة الثانية من خلال هذه الدراسة هنعرف كسافة الأنواع المختلفة يعني حجم المفضون نفسه وإذا كان الأمر بيتطلب اتخاذ إجراءات خاصة بتأليل احتمالات حوادث أو تعرض البشر لهذه النوعية من المشاكل من خلال اتخاذ إجراءات يعني متفق عليها عالمياً في هذه الحالات صح حماية في المعينة بشكورك جداً دكتور محمد سلم رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة هنا يجي حاجة لنا أنا وإنت وحضرتك وغيرنا ممكن قبل بس ما نشير نفكر يعني لنا خبير أسماك ولا تعضيت من قرش وأنا صغير ولا الهوى بس اتفرقت على فيلم الفك المفترس مثلاً يعني أو دي بلو سي السؤال هو هو أنت أنت كمواطن يعني لو شفت أي فيلم سيمة لأ مش شفتش أنت خدت قررت عض نفسك مش فيه أثر للعضة ولا ما مش السنان هتباني على إيدي ده واحد اتنين مش هيتم انتزاعش إما صح طيب تلاتة بقى الصورة اللي تم تداولها دي بتقول أن دي عضة ولا شقة في حد شقة حد أو بالصدفة بالخطأ خبط في حتة حديدة أي أن كان يعني يعني اسمه كده جرح قطعي عميق سطحي دي قصة تانية بس جرح قطعي كل اللي مداني إنه كأنه فيه جلد تم انتزاعه يعني جلد فيه شقة حاصل هي دي كل شقة كده ضربة مطوى لطشة سكينة على رأيي مصرحات شهاد ده مش قرش ده طب فينا العضة طب بلاش لو حصل كده أسهل حاجة في الدنيا إنه بتعامل تحليل بسيط هيبان إذا كان هذا القرش ترك شيء ما يفيد الدي ايه بتاعه على الجرح صح وزير السياحة وزير السياحة يسافر روسيا وهي مش عارف وزير السياحة وزير القصار بقيت قولك وزير القصار يعمل كذا وجولات ونبعد حاجات عشان تلف العالم ونشتغل ونعمل مش عارف مدحف الحضارة ونعمل كذا ونساعد القرى السياحية وننشط ونحفز ونسا وبعدين تيجي حضرتك تشير عمياني هو ده اللي احنا بنقوله اللي يشغل ده ما يغلبش أبدا أبدا لا تصدق يوسف ولا تصدق غير يوسف صدق داعم دور وراء أبوس إيدك دور وراء اللي أنا بقوله أنزل على ركبي واترجعك دور على أنا بقوله أدي كل القص خلونا رح التقرير ظريف جدا أنا من الناس اللي تحب الخط العربي أوي معنى أنا واحد من أوحش الخطوط اللي في الدنيا يعني لو كتبت ولا تعرف تقرأ حاجة وبكتب خط نسخ كأني في سنة تانية ابتدائي بس أنا أقدر الخط العربي كفن وأقدر الخططين جدا وبالمناسبة إذا كنت ما تعرفش أنت متصور أن الصيني والياباني والكوري والحاجات دي صعب من أصعب اللغات كتابة ونطقا ونحو اللغة العربية حلو وبالمناسبة هي كتابة ولغة تحتاج إلى مهارة شديدة وفن حقيقي لدى الخطات اللي بيشتغل بده حلو فتخيل بقى مثلا الخطات الذي يخط ويكتب المصحف الشريف محمود حسين شاب من إنا يبدع في فن الخط العربي وكتابة آيات القرآن الكريم متع عينيك ونكمل الكلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونحو ترجمة نانسي قنقر بدأت في الكتابة ولدي رحمة الله عليه كان بيكتب خط عربي فتوفى يعني وأنا عندي حوالي عشر سنين لأثنشر سنين فحبيت أني أبدأ الموضوع من جديد فبدأت أني أجمع أدوات وكذا وأبدأ أكتب من حوالي ثلاث سنين بدأت في الموضوع لغاية من حوالي سنة بدأت أتعلم خط النسخ بالقواعد عرفت أن المصحف الشريف أصلا ما بيطبعش كمبيوتر يعني وكذا فبيكتبوا خطلات الشيخ عثمان ضاها فحبيت أني أنجل الفكرة وفي نفس الوقت أن الواحد يكتب حاجة يعني يجاز عنها بالحسن يعني لغاية ما وصلت لأني أكتب سورة الواقعة كانت كاملة في صفحة واحدة في مقاص مترة سبين صعوبات عدم توفر الأذوات في الصعيد عموما مش موجودة يعني يعتبر نادرة جدا في أنها تكون موجودة وبنحاول نشحنها يعني من القاهرة ففي صعوبة في الموظف في أن نجمع الأدوات ونبدأ نكتب يعني لضرية أني ممكن تكون حتى الأحبار مش موجودة عندنا في الصعيد أخويا ووالدتي أكتر ناس يعني يعتبر كانوا وقفين معايا في أنهم في دعم يعني في أن أدور من نفسي وكان معي أصحابي كنت أنا في معهد تمريض جنة فكانوا أول ناس شافتني بكتب فكان يعني أكتر دعمي جاه من ناحيتهم كان عندي دكتورة في المعهد كانت دايما بتشوف كتاباتي على الفيسبوك يعني كده فكنت دايما بلاقي دعمي منها بإذن الله يعني بحاول أكتب المصحف الشريف إن شاء الله فبدأت أكتب جزء عام إن شاء الله يعني وإن شاء الله إلا الله يخلص على خير أنا أحبب كتاباتي للمصحف الشريف توصل الأول حاجة للأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هيكون من شرف كبير لأن نشوف كتاباتي من المصحف الشريف يعني وإن شاء الله يعني توصل للشخص من الله ترجمة نانسي قنقر وبرنامجكم يا نديم ها صح طيب المزيع بيسقف على الهواء آه يا عم بيسقف على الهواء إحنا قاعدين مع بعضينا يا جماعة بص أنا عايز بس أفهمكم حاجة على ما يبدو بشكل أو بآخر ظن البعض وظن الظن إن المسألة متعلقة بالتنظير خالص مسألة متعلقة إن إحنا بنيجي نقول لحضراتكم على حاجات متحصل نحللها مع بعض مش بوجهة نظر المزيع بالمناسبة ولا يجب فرض وجهة نظر المزيع على السيد المشاهد المزيع ممكن يقول وجهة نظره من خلال سؤال وطرح زي ما عملت بيت الحلقة مجرد أسئلة يعني كنت قد عمال بطرح حلو وهذا لا يمنع على الإطلاق إن النسياتك والمزيع مفترض إن إحنا نبقى وحدة وحدة يعني وانا مصري وحضرتك مصري إنت بقى في الصعيد إنت في بحر إنت في مدينة إنت في نجع إحنا كلنا واحد فقاعدين بنتكلم فانا عشان كده لما لقيت نديم فبقول له برنامجكم إنت سقف روح تنسقف لأنه لقاطني على طول مية مية ميت فل طيب فاكرين برح ما كنت بقولكو حقيقي كل اللي أنا بش يعني اللي شغل بالي إنه البرنامج ده يبقى برنامج كل المصريين كل المصريين أنا ما بحبش الحالة النخبوية بتاعة النوة يبقى المزيع قاعد كده وبعدين يشرت بزهنه أحيانا ثم يشخص بنظره إلى الفضاء الواسع اللي متناهي ويبدأ ليه إحنا عاديين سوا إحنا بنتكلم نحن نتفاعل كبير صغير واخد ما بعد الدكتوراه والدكتوراه حد لم ينى القصط من التعليم وبالمناسبة مش زنبه يعني الكل يجب أنه هو يكون مستهدف من هذا البرنامج استهدافا حسن الاستهداف الإيجابي الجيد أن حضرتك تطلع من البرنامج ده وانت مستفيد مش قصة عدد من الأخبار لا مستفيد أن مخك بدأ يفكر شوف لو خرجت من الحلقة دي ومخك بيفكر في فكرة واحدة في جملة في كلمة اتقالت من البرنامج مزيعا كان أو ضيف كريم أنا كده ميت فل واربعتاشر هذا الخطات القناوي أو القناقي باللغة العربية كده الرائع العظيم ده لقناه احنا عرفنا منين محمد حسين احنا زملاء الأعزاء قاعدين بيتفرجوا على أو بيتابعوا بيتابعوا ما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي بطبيعة الحل منها فيسبوك فأبو حميد كتب أنا نفسي نفسي الناس تشوف خطي على شاشة التلفزيون المصري ده كل اللي هو كتب فزملاء الأعزاء الأفاضل بالمناسبة ودي عجبتني بقى قوي نم لقطوا الحتة دي نفسي الناس تشوف خطي على التلفزيون المصري بس حقك بيتك يا معلم ومال بيتك فين ما هو التلفزيون المصري هو بيت لكل المصريين هو بيت لكل عقل مصري هو بيت لكل ذهن مصري انت حقك تشوف كل حاجة على هذه الشاشة في هذه القناة من هذا المبنى العريق العظيم بالمناسبة فرحوا مكلمين محمد حسين وروحنا صورنا الطاقة آسف محمودا آسف رحنا مكلمين محمود حسين أو زملائي تحديدا نكلموا محمود حسين ورحوا ماخدين بعضهم وراحين مصورين مع هذا التقرير وبدأنا فيه استعراض فنونه في الخط العربي والكتابة باللغة العربية حتى نحقق له هذه الأمنية ده معناها انه اي أمنية كده والسلام الرجل موهوب جدا اوي خالص اوي خالص يا سلام سلم لما نلاقي كبريات دور النشر في مصر وفي العالم العربي تتبنى هذا الرجل وتقوله احنا عاوزين نسخة من المصحف مكتوبة بالكامل بخط اليد انا ما بحبش كتابة الكمبيوتر دي عشان تبقوا فاهمين يا ولا حب اكتب بالكمبيوتر ولا حب اكتب بأداية بالقلم يعني وحب اقرأ كتاب الكتاب شوف كلمة برنامج محمود انت لو يعني لو بيشوف الحلقة واتمنى يكون بيشوفها واكيد احنا اتصلنا بيقولنه انه ويشوف الحلقة اه انا عايزك تكتب يوسف الحسيني عشان نحتفظ بيها والله لانه خطه جميل مش عشان اسمي يوسف يعني لا خالص هي المسألة انه خطه جميل انا حب ان انا اشوف يا سلام سلم ابقى فخور ان اسمي مكتوب بخط وبأدين وبأنامل وبإبداع وبزهن وبوجدان فنان مصري بهذا الشكل ابقى مبسوط قوي طاير من الفرحة والله بتكلم بجد يعني ده جزء من الحاجات اللي يقول لكم عليها انه ده يبقى برنامج كل المصريين فاحنا موجودين مع حضراتكم في اي حتة وبالمناسبة تاني عايزين اي حاجة اكتبوها انتو بس على صفحتنا بتاعت ها نديم شوف ام قوله نديم قولك انزل بالتسعة اكتبوها على صفحتنا التسعة احنا تحت امر حضراتكم احنا خدمين السيادة احنا خدمين اللطفة بفخر بالمناسبة طيب تعالوا نروح لوزارة التربية والتعليم دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حسما طبعا التعليم الفني بالتأكيد حسما بداية العام الدراسي هيبدأ في تسعة اكتوبر المقبل في جميع المدارس على مستوى الجمهورية مع تنفيذ حقيقي فعلي واضح صارم لجميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي طبعا فيروس كورونا اللعين ده من خلال بقى تعقيم المدارس والفصل الدراسية ودورات المياه الزام جميع الطلاب من سنة ربعة ابتدائي لحد تلتة سنوية هتلبس الكمامة الطبية جوه المدرسة بعد اذن سيادتك بنحافظ على حياتك وعلى روحك وعلى سلامتك بنحافظ على الاخرين عشان ما حدش يعدي حد او هو يتعدي بالكورونا ماشي يوسف عيدل صديقي طيب وبيأكد وزير دكتور طرق عمر انه لا توجد نية على الاطلاق لتأجيل بدء الدراسة حال حدوث الموجة الرابعة من كورونا ما بإذن الله ربنا يسلم يعني خلينا نشوف دي بس برضو كده ايه يعني بالتعاون وبعوزارة الصحة يعني الأمور برضو ما بتتخدش قوي كده نشوف احنا نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه هذه الموجة الرابعة ما تبقاش موجة تقيلة عاصفة يعني نتمنى انها تبقى هادئة قدر الإمكان دي أمنياتنا من ربنا سبحانه وتعالى خلينا نروح لحاجة لطيفة بقى جد نرادك تقدي عمال بتكلم مع بهاء بهاء مونير ده زميلي العزيز في الراديو وكنا بمتكلم تحديدا من ضمن مناشاتنا بالصدفة الشديدة على مسألة إحلال المركبات حلو؟ فبهاء سألني سؤال اللي قال لي هو فيه كم حد دلوقت يستلم العربية قلت له والله مش عارف بهاء ودون أي تدخل مني كان هذا أكيد يعني مش أنا اللي بحط الخبر لكن حتى مش معا عن طريق أنا ومشاركتي مع الزملائي زملائي الواحدهم اللي حطوا الخبر ده ومغير من عارفين بحب الأخبار اللي من النوع ده نلاقي إنه المستفدين من مبادرة إحلال المركبات كم واحد بقى؟ فيه خمس تلاف واحد استلموا العربيات بتاعتهم وفيه مية وثلاثين واحد استلموا المايكروباسات بتاعتهم دكتور طرق عوض المتحدث بإسمه مبادرة إحلال المركبات في وزارة المالية معانا على تليفون أهلا بك دكتور مسائل فلّة دكتور خمس تلاف واحد استلموا العربيات بتاعتهم صح؟ بالتحديد خمس تلاف مية وتمانين مواطن تسلموا سياراتهم بالفعل منهم خمس تلاف خمسين ما بين الملاكي والتاكسي ومية وتلاتين سيارة ميكروباس حلو جدا الناس استلمت العربيات وبدأت في إجراءات الترخيص خلاص كده؟ بالفعل هو فور استلامه للسيارة بيذهب مباشرة إلى الترخيص وبيحصل على الترخيص الجديد ومن ثم تسليم رخصته الجديدة إلى صورة منها إلى البنك المقرب للبدء في عملية الإقراض مع المواطن وتحديد بداية الأقصى العربيات دي من أنواع وسعات مختلفة يا دكتور مش كده؟ منذ أطلق في خامة رئيس الجمهورية المبادرة في يناير الماضي تم الاجتماع مع العديد من الشركات المنتجة للسيارات داخل جمهورية مصر العربية وبالفعل تم مشاركة حتى الآن ست شركات منتجة للسيارات وهي مركات بالمناسبة العالمية وهي المركات المتداولة في الشارع المصري وهذه المركات بتوتيح حوالي 23 طراز من هذه السيارات متعرف عليها في الشارع المصري من ناحية التجارية ونحية الاستخدام العام بالنسبة للمواطنين طيب يعني من غير ما هقول المركات جنسيات المركات دي إياه فا هي أولا مركات عالمية ولكن توكيلاتها ومصانعها داخل جمهورية مصر العربية اللي هي المجمعة أو المنتجة لها نيابة عن هذه المركات العالمية وبعضها ياباني بعضها صيني بعضها كوري حلوة جدا 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 فده المتعرف عليه في الشارع وفي السوق المصري بالضبط ياباني طيب على ما يبدو من الرقم أنه عدد الملاكي والأجرة أكبر بكتير من المايكروباس ليه؟ بالفعل المبادرة حين بدأت في يناير الماضي ابتدنا بالملاكي والتاكسي نظرا لجهزية هذه الشركات للإنتاج في وقته بينما كانت شركات المايكروباس لأنها كانت مبادرة جديدة من نوعها عليهم كان حجم الإنتاج لا يفي الغرض بالمشاركة في البداية ولذلك أجلوا المشاركة بالميكروباس حتى يوليو الماضي وبالتالي كانت طلبات مشاركة الملاكي والتاكسي أعلى من مسيلتها في الميكروباس هذا بالإضافة إلى أن العدد الفعلي للسيارات القديمة الملاكي والتاكسي أكثر بكثير من الميكروباس لأن من شروط المبادرة أن أي سيارة تشارك في المبادرة لابد أن تكون مرة عليها عشرين سنة من تاريخ صنعة طيب كويس قوي حجم الطلب على الإحلال قد إيه تقريبا دكتور؟ لو كلمنا عن الحجم منذ بدايته في يناير الماضي فأحنا تقريبا وصلنا إلى حوالي أكثر من ثمانين ألف طلب ولكن خلينا نقول الطلبات اللي على أرض الواقع على موقع المبادرة حالي طلب الفعلي يتم التفاعل معها هم حوالي واحد واربين ألف طلب منهم بالتحديد اتنين وتلاتين ألف بينهو إجراءاتهم بالفعل في سبيلهم إلى استلام سياراتهم الجديدة إن شاء الله كويس جدا هل هناك محفزات لسيارات الميكروباس تحديدا دكتور؟ جميع السيارات المشاركة سوى ملاكي أو تاكسي أو ميكروباس لها محفزات ولا تيسيرات ولكن يتكلمنا على الميكروباس بالتحديد فهناك ما يطلق على الحافز الأخضر الذي تمنحه الحكومة كمقدم للسيارة الجديدة في حالة الميكروباس ب10% من قيمة السيارة بحد أقصى 22 ألف جنيه في حالة التاكسي 20% من السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه وفي حالة الميكروباس بالتحديد 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه ده بتسدده الحكومة ممثلة في وزارة المالية كمقدم للسيارة الجديدة يسدد مباشرة لشركة السيارات اللي بيختارها المواطن عبر الموقع الإلكتروني وبيعتبر هذا مقدم لسيارته الجديدة ومن ثم يكمل المواطن بعد ذلك قرده عن طريق البنك اللي بيختاره لتمويل القرد الخاص بالسيارة عظيم جدا أنا بشكرك جدا دكتور طارق كل الشكر ليك ونتمنى نتمنى المزيد من الإقبال على هذه المبادرة أوفر للجيب وفي نفس الوقت أقل في الحمل البيئي كتير عن التلوث اللي كان بيحصل وأوفر كمان للدولة بش بس يعني جيبك والدولة وحمل بيئي كفاية بقى كم التلوث اللي احنا بنعاني منه ده بنشكرك جدا مرة تانية دكتور طارق عوض المتحدث باسمه مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية خلونا بعد إذن حضراتكم نروح لتقرير طب التقرير ده عن إيه بقى عن أهالي قرية سرنباي محمودية محافظة البحير طيب عملوا إيه بقى عملوا شوية حاجات كده بالجهود الزاتية تقدر تسميها النقلة الحضارية فقاموا بتجميع مبالغ بتتعدى نص مليون جنيه هنعمل بيها إيه نص مليون جنيه ده من الأهالي قالك يا جماعة احنا عاوزين نعمل عملية تجميل وعملية تزيين ورصف لشوارع القرية ونحط انترلوك في الأرضية الشوارع يعني بعد كده اشتغلوا على تجميل مدخل القرية بشكل فرعوني إلى آخره خلونا نشوف التقرير نشوف سرنباي محمودية البحيرة عملوا إيه ونرجع نكمل الكلام قمنا بعمل شارع الأول كان حوالي 200 متر المتين متر دولت لقص تحسان كامل عند الناس بدأت الناس تطالب أنها تعمل شارع كلها بدأنا نكون فريق الفريق ده بدأنا نعمله مؤيسة على الشارع اللي عايزة تعمل تكلفته كام وبدأنا نقسم الميزينية بتاعتها على الشارع بعد ما وزعنا الميزينية بتاعتها على الشارع بدأنا نلمي الفلوس ديت وبدأنا ننفذ على أرض الواقع عملنا حوالي 350 متر على 200 متر فسيادة المحافظ علم بالموضوع فجيه بعتلينا للمحافظة وروحنا قابلنا حضرته في المحافظة وتم لقاء معاه ودعمنا بتلاتين ألف جنيه وبعد ما دعمنا بتلاتين ألف جنيه برضا جيه زارنا هنا في البلد كده وقال كل متر حتحطه ححط أصده متر بدأنا نعمل تجميل في القرية بمساعدة الشباب القرية وأهل القرية بالجهود الزاتية وصلنا للمرحلة اللي حضرتك شايفها ونأمل ان احنا نكمل بقى الخطوات اللي فضلة لان احنا عندنا تطلعات لان احنا نعمل حياة كريمة بمجهودنا الزاتي بدأنا نعمل حياة كريمة اللي سيادة الرئيس وعدنا بيها فاحنا بنعمل بقدر الامكان بحيث ان احنا نتعاون مع الحكومة اللي شفنا منها كل الدعم وكل المساعدات ونرجو انهم يدعمونا برضو في الفترة القادمة نكمل مشوارنا الارض ما كانش حد يمشي عليها خلص يعني عندنا مثلا دافنا عندنا ميت عندنا اي وفرح ما طارفش تمشي ما طارفش شير الميت تمشي بيه فاحنا عملنا الحاجات دي عشان خطر نوصلوا للمقابر حتى اقل حاجة خدت بس ياتك بدهود زاتية والمجموعة العمل اللي هي قايمة على المجموعة دي هي تشكر جدا انهما مجموعة شباب اطوعوا من وقتهم ومن دهودهم ومن مالهم انهما يعملوا المجهود ده كلتهم بدهود زاتية من اهال البلد برضو قاموا برضو معاهم ساعدوهم هما بدفعوا من جيبهم وسيد المحافظ جاء لهم هنا وضغط معاهم كل حاجة معاهم واشترك معاهم سيد المحافظ على كل حاجة بيعملوا في البلد بدأنا بالجهول الزاتية من بعض الناس حاولنا نعمل حاجة اسمها تنمية مستدامة ان احنا كل بيت بيبقى عنده مثلا فضلات في البيت صفايح كنز اي حاجة بلاستيك بدأنا نقول للناس كل واحد عنده اي حاجة يجمعها ويحطها لنا واحنا الحاجة دي حنصرفها تيجي الناس تشيلها وبالعاية بتاعها نبدأ نصرف على الحطان والرسومات الجدرية اللي محمولة دلوقتي دي يا الاخلم وساخلم بحضراتكم واحد واحد بصوا علشان في حاجة مهمة جدا في اطار البيان العاجل وتحديدا معلش ان هلبس بس النضارة عشان اقولكو رأس هذا البيان اولا يعني البيان عاجل عن جامعة طنطة ده مهم اوين احنا نقوله بس نص البيان العاجل والصادر عن جامعة طنطة بيقول ايه بقى بيقول النيابة تبرق موظفي جامعة طنطة في ازمة فتاة الفستان حالو ده برضو لانا بقولولكو ده نقلا عن جامعة طنطة نكمل بيقول ايه هذا البيان بقى واحد واحدة كده ممكن اجمعها تقولها شو نقرأ ايوه برق ممكن اقرب بس انا استأذن زميل انا اقرب النيابة العام ده تاني هوا زي ما احنا شايفينها قدام حضراتكم ده نقلا عن جامعة طنطة وجامعة طنطة طنطة يونيفرستي الى اخيره النيابة العامة تبرق ساحة مراقبات جامعة طنطة من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق والمعروفة اعلاميا بفتاة الفستان بيقول البيان نصا ايماء الى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة اعلاميا بفتاة الفستان بتعرضها للتنمر والتمييز الديني والتحرش اللفظي داخل اروقة الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 ورد نصا في حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبي لجنة الامتحانات في القضية رقم 74-03 لسنة 2021 اداري مركز طنطة ما يلي تاني دا اللي نشرته جامعة طنطة فالنص تبقى لجامعة طنطة انه دا نص النيابة تبقى لجامعة طنطة جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا طرق لمرتبة الدليل ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وانما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت الى اي دليل على توافر اي من اركان الجرائم المثار شبهتها وخلت الأوراق من اي ادلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت اليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من اتهام وجاء تصويرها للواقع وتوافرها القصد الجنائي مرسل لم يؤيد بأي دليل او قرينة سيما وان النيابة العامة قد افسحت لها المجال لاثبات شكواها الا انها لم تفعل واكدت مذكرة النيابة العامة ان الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة حبيبة طارق وقد حققت النيابة العامة الواقعة تفصيليا مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها المباحث الجنائية وإدارة البحث الجنائي وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للإعلام والفحص الفني لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة وتؤكد الجامعة انها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبها وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقع والذي بناء عليه تقدمت الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي ادعتها الطالبة أمام الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقع بأيام وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ والدعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة ده اللي نشرته جامعة طنطة طبعا زي ما حضركم عارفين دي حبيبة طارق أو المعروفة زي ما كنا بنقول المسألة أو الحادثة إعلاميا بقضية فتاة الفستان في جامعة طنطة محافظة الغربية ده كان كلام أو ده البيان اللي أصدرته بالتحديد جامعة طنطة هكذا جاء وأجب علينا التنوين وأجب علينا النشر باعتبارنا واحدة من الجهات الإعلامية اللي هتمت بهذه القضية واستضفنا بالفعل حبيبة في هذا البرنامج بل ودينا لها مساحة أيضا المناقشة والرد عبر مسؤولي عبر أسف البرنامج مع مسؤولي الجامعة إن كنتم حضراتكم تتذكرون ينتهي هذا البيان ويننتهي الخبر بالمناسبة إحنا عايزين نروح لفاصل صح؟ نرجع بعد الفاصل نعمل إيه؟ أه الشطر يقول أيوه إحنا بقى عايزين نقعد نتكلم على حاجة مهمة جدا بعد الفاصل يراها المزيع ويراها البرنامج ويراها أظن الأغلبية مننا إزاي نقدر نعرف الناس بالتاريخ المصري؟ حدوتة لازم تتحكي ولازم نعرف مين هم المصريين القدماء قادتهم، ملوكهم، حكامهم، مهندسينهم كل حاجة متعلقة بتاريخ مصر القديم هتعرفوه في هذا البرنامج إن شاء الله كل يوم حد هيبقى فيه عندنا لقاء مع الدكتور الحسين عبد البصير وإحنا سبقوا وصدفنا الدكتور الحسين قبل كده لو تتذكروا وقلت له ياريت نقدر يا دكتور نتكلم في الحاجات دي كتير وبالفعل اشتغلنا على المسألة دي إن احنا نقدر نصدف الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الأسكندرية يكلمنا على مجد الفرعنة هنبدأ بسلسلة شخصيات عظيمة سهمت في بناء مصر القديمة هنبدأ بسقن نرع وأحمص مصر القديمة اللي بنت الحضارة الإنسانية فاصل ونكمل الكلام بصوا اللي مالوش تاريخ بيروح يشتري له تاريخ عاد في كده اللي مالوش كبير بيروح يشتري له كبير طيب انت بلد عندها من التاريخ أكثره أو فرو احنا عندنا فائض من التاريخ يعني عارف لو التاريخ يتصدر هنعرف نصدر تاريخ لكل البشرية صناع الحضارة هو دل اللي حصل عشان كده احنا قلنا لازم 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 الناس تعرف تاريخها وتعرف مورسها الحضاري ده إيه مين هي مصر؟ ليه بنقول احنا بلد عظيم؟ ليه بنقول احنا بلد كبير؟ ليه احنا صناع الحضارة؟ ليه احنا فجر التاريخ؟ ليه يا ترى هل ترى؟ طيب هنعمل حكايات لو حبينا نبسط المسألة إلا أنها القاء ضوء حقيقي على الحضارة المصرية القديمة وده هيبقى عن طريق ضفنة العزيز الرائع دكتور الحسين عبد البصير مدير مدحف الأثار في مكتبة الأسكندرية مجد الفراعنة سلسلة الشخصيات العظيمة اللي سهمت في بناء مصر القديمة الأول أهلا وسهلا بيك دكتوري أهلا بحضرتك يا سيديو الأحوال كله تمام؟ الحمد لله سعادة بالغة وهدية الهدايا إنه بقى موجود مع حضرتك النهاردة تاني وبعد كده يبقى فيه ثالث ورابع وخمس وعشر مية ده اتشرف عظيم ليه يا الله لا ده احنا لنتشرف قلنا هنبدأ بشخصيات مصرية عظيمة وإحنا بنتناقش قلتنا إحنا هنبدأ بسقن راع وفي الفاصل اللي قبل دي على طول قتلي لا بص بقى إحنا ناخدها الهكسوس من دون وجوم إزاي وحصل إيه ثم سقن راعا نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي من نهاية الدولة الوسطى احنا عندنا طبعا من ثلاث عصور مزدهرة في مصر القديمة أو ثلاث عصور زهبية عصر الدولة القديمة اللي هو عصر الهرامات بينتهي هذا العصر بنخش في حاجة اسمها عصر انتقال الأول أو عصر دمحلال الأول حكام الأقلين بيسيطروا على البلد وبيحصلنهم من أنواع يعني نقدر نقول الثورة الشعبية بعد كده بيجي عصر الدولة الوسطى بنستعيد نهضتنا تاني بعصر الزراعة عصر الأدب بقصص الجميلة اللي هي سنوحي القرى والفصيح كل الأعمال الجميلة اللي جات لنا الري والزراعة كل هذه الإنجازات عصر بقى النمحات وسنسرت كل هؤلاء الفراعينة العزام بيجي عصر الانتقال التاني بقى ده بيبدأ في نهاية الدولة الوسطى بتحصل هجرات نقدر نقول من الأسيويين أو البدو اللي الموجودين على الحدود المصرية بيحصل أنهم بيتسللوا بشكل سلمي إلى داخل مصر منذ نهاية الأسرة الثلاثتاشر وبعكال الأربعتاشر بيكونوا بعد كده حكم اللوكسوس اللي هو الأسرة الخمستاشر والستاشر في الدلتا بيختاروا منطقة في شارق الدلتا اسمها أوريس أو أفاريس هي حت وعرت بالمصر القديم وهي تل الضبعة حاليا في الشرقية وبيبدأوا يحتلوا شمال البلاد ويصلوا إلى مصر الوسطى لحد حدود القصية كده في أسيوت وإحنا عندنا بتبقى أسرة ومعصرة ليهم دي موجودة في طيبة في الجنوب اللي هي الأسرة حالية بتمتد الحدود بتاعتها من القصية شمالا إلى إليفنتين أو أسوان جنوبا هم دول الحكام الوطنيين اللي في عصر الانتقال الثاني كانوا هم بيشكلوا الأسرة السبعتاشر وهم دول ملوك التحرير اللي خرجوا مصر من هذا المأزق وهذه المحنة وأول احتلال لمصر في تاريخها إن يتم اعتداء على أرض مصرية ويتم احتلالها من قوة أجنبية ودخلوا بشكل الأول هادئ والسلمي باعتبرها هجرات بس كان إيه سبب هذه الهجرات؟ جات نتيجة إيه؟ هو طبعا مصر كانت تمتاز بالرخاء هم تحت ظروف معينة في بلادهم تعرضوا للفقر المجاعة للطعون فتسللوا بشكل هجرات فردية ودخلوا مصر واحتلوها مع ضعف السلطة المركزية الحكم عندنا بدأ يضعف بأملوك عندنا ضعف في هذه الفترة فهم يعني استغلوا الضعف اللي مصر كانت فيه وفرضوا سيطرة السيطرة بتاعتهم على البلاد يعني يبدأوا يخشوا باعتبار إنهم عندهم أزمات اقتصادية وصحية جمع احتضنهم كدولة راعية فيتحول هو لخلايا نائمة لو صح الكلام يعني اه طبعا وبعدين يبدأوا يعملوا انتشار سرطاني تمام إلى أن تضعوا في السلطة المركزية وأن الدولة تنهار هم بقى يظهروا على السطح يطرح نفسه كبديل على طول بس في حالات كتيرة جدا يعني قدروا فيه تعبير لطيف قوي كان قاله عالم أمريكي ومن أصل إنجليزي اسمه ديفيد كونر كان بيكلم عن الأسرة 25 أسرة 25 دول حكام من النوبة حكم مصر في عصر انتقال التالت فترة لاحق قال تعبير جميل أول قال لم تستطع دولة كوش الضعيفة أن تحكم مصر القوية فمهما بعد ما حكموا مصر فترة انهار الحكم الكوشي تحت الضغط بتاع الحكم الأشوري اللي هو العراء القديم جموا تردوهم ورجعوا للجنوب تاني ظهرت أسرة مصرية من الدلتة حكمت مصر وعملت حاجة بنسميها رينيسانس أو النهضة العودة للجزور فدائما مصر تضعف لكن لا تموت وينبت من كل هذا الشكل حداك تقول الفوضوي الذي ليس له مثيل اللي تعتقد أن الأمل خلاص انتهى تلاقي حاكم مصري ييجي عظيم يوحد البلاد ويسيطر عليها ويعيد الأمة مجده يعني رمح اليوم بالبارحة آه ده اللي حصل وبيعيد نفسه وإحنا في 30 يونيو وحصل نفس الكلام يعني شيء قريب يعني قريخ ده شيء غريب جدا آه طبعا الهكسوس دول حاكموا مصر تمام وعاصمتهم أواريس الشرقية أو منطقة داخل الشرقية حالية آه تمام في نفس الوقت عندي أسرة مصرية خالصة موجودة في الجنوب هي دي اللي بتحكم آه بتحكم الجنوب بس بتحكم الجنوب بس آه ليعني هم كانوا دايما بيلبسوا التاج الأبيض إحنا عندنا تاجين التاج الأحمر بتاع الدلتا والتاج الأبيض بتاع الصعيد أو الجنوب دي بقى كانت الأسرة السبعتاشرة الأسرة السبعتاشرة اللي هي مين مؤسسة طبعا عندنا واحد اسمه سيت نخت أو طاعة الأول اللي هو تجوز سيدة عظيمة قوي اسمها تيتي شيري وإن جابه ملك عظيم اللي هو سقن راع طاعة تاني فسقن راع ده هو يعاد يعني رأس الحربة في هذه الأسرة سيت نخت الأب كان هدفه برضو يحرر البلاد من حكم الاكسوس لكنه لم يوفق ومات لكن هذه السيدة العظيمة تيتي شيري التي جاءت من أسرة نقدر نقول غير ملكية صحية من نبلاء أو من عائلة القوم لكنها ليست من أسرة الحاكمة دايما في مصر قديمة كان الحاكم بيتجوز سيدة تنتمي إلى البيت المالك وهو نفسه لو ما كانش بينتمي إلى البيت المالك بيتجوز سيدة تنتمي إلى البيت المالك بحيث أنها تنقله الدم الملكي بيحصل الكلام ده مع تحطمس الأول بعد كده هو كان قائد عسكري لكنه لم يكن من العائلة بتاعة أحمص تجوز ست من البيت المالك تحول إلى مالك واخد الشرعية فأقدر أقول أن تيتي شيري لم تكن من البيت المالك ولكن كانت لو صح الكلام يعني منه بلاء أرستقراطية مصرية طبعا بس شيء عظيم هو الراجل اختارها لزكائها والجمالها والشخصيتها القوية وكان ست نخت ده يعني ندر أن نقول عنده حدث أو عنده حصن ظن بهذه السيدة لأن بعد وفاته المبكرة قامت هذه السيدة بدور الجدة والأم والشخصية القوية في هذه الأسرة هي تيتي شيري بمعنى تيتي الصغيرة جمعت هذه الأسرة شريب المصرية القديمة للصغيرة فجمعت هذه الأسرة علمت ابنها سقن رع هذا الملك المحارب العظيم كراهية اللكسوس وبد الحرب نحو تحرير الأرض من هذه المحنة القاسية التي تعرضت إليها مصر لأول مرة في تاريخ فسقن الرع يعني ملك اللكسوس كان اسمه أبوفيس أو أبيبي في هذه الفترة بعت له رسالة مستفزة قال له أنه بيسمع أصوات أفراس النهر اللي في طيبة بتزعجه ده قاعد في الشمال وثاني في الجنوب إزاي أنت بيننا وبين الأسرة ومثلا أنه الدلتا يعني حوالي 800 كيلومتر أو 700 كيلومتر إزاي حضرتك بتسمع الكلام ده وإنت قاعد في الدلتا بيستفزوا أفراس النهر دي رمز لله ست هم برضو كانوا مستفزين اختاروا الإله ست وده الإله بتاع الشر في مصر قديمة هو ست كان فرس نهر ولا تمساح فرس نهر والتمساح وعفن الحمار ليه ثلاث رموز فكان المصريين القدماء بيصوروه في ثلاث أشكال فهو ده الهدف لأنه ده كان هو الخنزير كمان لأنه كان حيوان شرير يعني كل الحيوانات الشريرة في مصر قديمة بترمز لهذا الإله اللي هو إله الشر رمز للشر هو طبعا قتل إله أزريس في الأسطورة الأزرية زي ما احنا عارفين فيعد ممقوت أو مقروه من المصريين هم هم سموه ستخ وهو كان قريب من إله عندهم أسيوي اسمه بعل هم فاختروا للشبه بينهم فعملوا له معبد والرجل الحاكم بنى أصر ليه هناك في أوريس وكان بيتعبد له وقدم له القربين فطبعا أفراس النهر دي رمز ليه فهو حاسس أن سقن الرع بدأ يستعد للكفاح وبدء النضال نحو تحرير مصر من تلك المحنة القاسية واحتلال أرض مصر الأول مرة في تاريخ من قبل قوى أجنبية تسللت إلى البلاد بشكل سلمي إلى أن تمت السيطرة منهم على البلاد في لحظة ضعف مرنا بيها حلو تتي شريدي قامت بدور عظيم عرفت أنها تربي سقن الرع عرفت أنها تكبر على مسألة حب الوطن عرفت أنها تنشئ على مسألة ضرورة التحرر الوطني أيا كانت الأتمان الباهظة التي سوف تدفع طب ده بخيني بعد أفكر ده معناه أنه المرأة المصرية القديمة ملكة كانت أو فلاحة متواضعة هي لها دور مهم دايماً جوة تاريخ المصري يعني أنا بتكلم عن ده من كم سنة مثلاً؟ ده من حوالي نقدر نقول 1650 قبل الميلاد ده يعني حوالي 3650 سنة من 3000 سنة السيدة أو المرأة المصرية كان لها هذا الدور المحوري ومن قبل كده من 3000 ومتين عندنا ملكة نيت حطب من الأسرة الأولى دي أم الملك اللي هو مينة موحب القطرين وكان لها دور عظيم جداً في حياته وحياة أبوه اللي هو نعمر أو نارمر آخر ملك من ملوك الأسرة صفر مش هو اللي وحد مصر اللي وحد مصر حورس محارب حور عحى وبعد كده وحد مصر خد لقب مينة بمعنى المثبت اللي هو مينة عندنا حالياً ده 3000 ومتين قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام وبينلاقي ملكات عديدات يعني 5000 ومتين سنة آه بدأوا في الفترة دي كان ملك صغير اسمه دين كانت أمه وصية عليه ابن الملك جير فبنقولها مقبرة في أبيدوس بين مقابر ملوك الأسرة الأولى والتانية أوائل الأسرات بتاعة مصر القديمة ليه؟ لأن من عظم الضورة اللي قامت بها هذه السيدة أنها كانت وصية على هذا الملك الصغير اللي أنشبه عن الطوق وأصبح جديراً بحكم مصر ودي كانت من ضمن الأدبيات التي أبدعتها مصر القديمة في تولي المرأة كأم الوصية على الإبن طيب أنا هروح يعني ده نعتبره في مرحلة لاحقة سوف نتحدث على ملكات الفراعنة صراع الحب والسلطة في حلقات تانية أنا بقى عايز تحكي لنا استأذنك بعد الفاصل حدوتة سقن الرع نشأت هذا الرجل العظيم صباه شبابه حربه استشعاده في سبيل هذا التراب الوطني لأجل أن يتم تحرير مصر من هؤلاء الغزاء اللي قلنا من أراضي قد تكون بعيدة يعني بالتعبيرات بتاعتها دلوقت بتاعت زمان لكن هي دلوقتي قريبة جدا بالمناسبة خلونا نروح للفاصل ونعود مرة تانية لدكتور حسين عبد البصير لو سمحتوا استنوا دخلت علمي ليه معرفش الله العظيم أصلا أحب التاريخ حب غير طبيعي كلمني في التاريخ تلاقي كل أذان صغية كده وداني تترتق وتكبر وحاجات زي كده فخلوني أرحب ضفنا العزيز دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الأثار بمكتبة الأسكندرية وقلنا بقى أنا عايز أعرف مين هو سقن الرعا الرجل ده صباه ونشأته وشبابه ومعركته واستشهاده وهكذا هو طبعا هل لازم نعرف الهكسوس الأول هم من في البداية هو طبعا كلمة هكسوس جاية من كلمة مصري قديمة بمعنى حكاو خسوط لحكام البلاد الأجنبية أو البلاد الجبلية وكانوا بيقولونهم حتى أحيانا الحكام الرعاية أو حكام بلاد الرعاية المصريين نفسهم وصفون بأنهم الطعون اللي جاءوا وقعوا على البلد كده وحصل نوع من النواع يعني نقدر نقول تدمير الشامل لكل حاجة البلاء آه فما كانت مفجأة بالنسبة لهم وجودهم سيخنا الرعا طبعا يعني اتربى في بيت أبوه طبعا اللي هو سيد ناخته والسيدة العظيمة تيتشيري اتربى على كيفية التخلص من هؤلاء الليكسوس وعودة البلاد موحدة احنا الوقت عندنا الشمال والجنوب منقصمين عندنا واحد بيحكم في الشمال واحد بيحكم في الجنوب هي دائما عصور الانتقال في مصر وعصور للتراب عاك بتلاقي واحد في الشمال بيحكم واحد في الجنوب مفيش دولة مركزية مفيش دولة موحدة بتحكم الدلتة والصيد مع بعض فمن حصل الحظ وجود هذه الأسرة لو لو وجود الأسرة دي كانت زمان مصر انتهت لهذا الحد آه طبعا من فترة زمانية طويلة فهو بدأ بعد أن طبعا أرسله سيخن أبوفس أو بيبي هذه الرسالة السخيفة أكرم مفادة الوافد اللي كان جاي وصدفهم وقدم لهم الأكل والشرب وكل حاجة وبعد كده الناس مش رجعوا لبلادهم وقال لهم خلاص إن شاء الله عن يعمل اللي هو قال عليه أبوفس وكده يعني وهنا برضو بيعكس حاجة جوه التركيبة العقلية والوجدانية بتاعة المصريين والملوك المصريين يعني هذا الرجل الرسول العدو فبعض الشعوب والحضرات التانية بتطير أبته آه طبعا عندنا أكرم مفادة آه طبعا له الأمان طبعا لأنه دخل البيت مصري رسول آه طبعا جايه والكلبتين رغم أنه هو رسول العدو يعني مش رسول هو صديق ولا سفير ومبعوث من دولة صديقها وجايه بتكلم كمان بعنجهية واسلوب مستفز فكان هو من الحنكة جايه تقولي صديقش طب يزعج الملك عندنا آآ يعني التباتة دي آآ طبعا ما كانش يعني بتكلم بحكمة أو حنكة وطبعا الملك سقن الرعا كان بدأ يستفززوم هو راخر بدأ يلبس التاج المزدوج اللي هو تاج مصري اللي هو شمال وجنوب آآ والسفلة الأحمر والابيض مع بعض طبعا التاني هو اللي بيعتقد نفسه أنه هو ملك البلاد شمال وجنوب وإحنا كمصريين مضطررين بقى ندفع لهم زي مش الجيزية كل حاصلات الزراعية بتاعتنا بتروح وكل استثماراتنا وكل ما نملك بدلهم إتاوة آآ إتاوة أساسا أنهم يعني إيه غادين بهذا الوضع ودنيا تمام لكن هو رفض هذا الأمر وبدأ يعد العدة وبدأ يتقدم نحو الشمال ويبدأ يسيطر ودخل في معركة مع الهكسوس وكانت طبعا معركة شرسة جدا استشهد فيها هذا البطل العظيم الملك سقن الرع بعد أن قبل بلاء حسن وكان طبعا أول شهيد في تاريخ يعني العسكرية المصرية وفي تاريخ مصر وفي تاريخ الملوك والأبطال والممية بتاعته موجودة عندنا كانت في متحف التحرير وانتقلت الآن إلى المتحف هل تشهد أظن بضربة فقس على الجابة؟ ضربوها بلطة على رأسه وبعدين رجعوا كل يعني الدربات اللي هي كانت موجهة ليه لو أنها فعلا نتيجة ضربات بفأس بلطة هكسوسية من العدو يعني هو طبعا تم تحنيطه على عجل في أرض المعركة وتم دفنه بشكل سريع وحضر طبعا العيلة كلها حضرته واللي شاف الكلام ده طبعا الابن أحمس والأخ هو كاموس قد يكون أخوه البعض بقول ابنه اللي هو الملك كاموس وطبعا الملكة تيتشيري نفسها الأم الأم الساكلة شهدت وقتا طب ابنها اللي شجعته على الحرب ويعني نقدر نقول استكمال دور الأب اللي هو ست نخط طبعا الأول وطبعا هي كانت من البسالة والشجاعة وربطت الجأش إن هي تقف وتستمر وتبدأ بعد كده المعركة فتدفع بكاموس سواء إذا كان ابنها أو حفدها فتدفعوا لاستكمال المشوار بحيث كاموس إلى النص اللي على كده أحمس وطبعا في عندنا الأم العظيمة أم الملك أحمس إياها حطب اللي هي زوجة سقن الرع الزوج الشهيد قامت بدور عظيم في هذه الفترة أيضا ونقدر نقول إن هي يعني سيرت الجنود في طيبة جمعت الجنود الفررين حتى بنلاقي من ضمن الأثار اللي موجودة عندها في المغبرة بتاعتها بنلاقي فأس قتال بنلاقي أموات عسكرية يعني كان لها دور عظيم جدا كسيدة بعد ما جزء ستشهد إن هي تحتضن ابنها الصغير وتشجعه تدعم كاموس سواء كان ابن أو أخه جزء إن هو يقوم بالدور التالي من الملك سقن الرعا ويسيطر على البلاد وعمل كاموس نصر عظيم ووصل يعني نقدر نقول لحدود مصر الوسطى كده عند المينيا وبدأ يصل إلى الجيزة كمان ويبدأ يدفع حدود مملكة الهكسوس إلى الشمال وصل لحد الجيزة ده يعني عمل إنجاز جزء آآ من أقول لحضرتك وهو كان وكمان كان في هذه الفترة في تعاون هكسوسي كوشي لهم النوبة في هذه الفترة فهو قدر يقطع هذه الصلة أنه سيطر على الوحاة البحرية وكمس الجيزوس من الجماعة بتوى الجنوب بيتواطق مع ملك الشمال فلذلك هو عمل فكري استراتيجي وقدر يسيطر على الحدود بحيث أن ما حصلوش ضربة من ظهره وحتى كان بيقول للناس بتوعه إزاي أنا قاعد هنا بحكم في طيبة وعندي حاكم أسيوي في الشمال وواحد جنوبي في الجنوب قالوا له احنا الدنيا كويسة والماشية بتاعتنا بترعى هناك هو الدنيا كويسة أوه طب احنا ليه نعمل المشاكل فرفض هذه الفكرة وبدأ يتحرك وبدأ يتحرك بشكل بحري من خلال النيل يعني ومن خلال البر ويبدأ يعمل معارك مزهلة وحكم حوالي خمس سنين كامس وطبعا غالبا أيضا استوشت في هذه المعركة وأحمس كان صغير في السن في هذه الفترة عند حوالي عشر سنين وشهد كل هذه الأحداث دور الستات بقى في هذه الفترة أو الملكات شيء مزهل شيء بديع زي ما احنا عندنا المرأة في الصيد بتربي رجالها وبتربي وبنسميها الفرعونة فهي هؤلاء السيدات يرجع لهم الفضل في تحرير مصر الرجال هم الأدوات لكن المفهوم والكونسبت والقوة الدفعة هي المرأة وده أعظم ده أعظم حاجة ستات مصر هتفرح قوي دي فقم أنا بقول لحضرتك يعني هم كانوا الدور الأساسي والدور المحرد والمشاكل بالعكس يعني تفقد الإبن تفقد الزوج بلاد تتحرر وإن احنا نتخلص من هذه المحنة القاسية والاحتلال وبعد ما انتصارنا على الجسوس غيرنا الاستراتيجية بتاعتنا زي بعد الانتصار طب قبل ما أخش على المساقات غير الاستراتيجية أنا لفت نظري قلت لي ده مش عارف أمسك جسوس وحصل كذا يعني أنا هنا بتكلم على دولة مكتملة أركان مكتملة الأجهزة يعني دولة فيها وزارات بالتعبير الفرسي فيها الدووين فيها أجهزتها يعني عنده مخابرات عارف الترس والجسوس موجود ومسكوا على ضرب الأربعين وعارف يجيبوا ضرب الأربعين بحيث انه بتسلل من الصحراء منه بطالع على الشمال بحيث انه ما عدش بطيبة عشان ما نمسكوش يا دي ضرب الأربعين ده من الزمان بقى من أقول لحضرتك ومسكوه عند الوحات البحرية يعني الوحات البحرية لوحات البحرية المولين الليكسوس كل من تعاون مع العدو لمحكم الأقليم الصغيرة أيوة طبعا هم ضعاف أو متواطئين سواء بالضغط أو بالقوة أو بالخيانة أضع لكل لندي كل خلايا نأمة عفوا خلايا نأمة تدمر مصر وتتعاون ضدها مع العدو فكان من العبقرية بمكان إنه هو يقوم بهذا الدور إن أنا أتمدد شمالا برا وبحرا من خلال النيل إن أنا أفضي الممطقة بتاعة الصحرة الغربية أسيطر على الجنوب وأقطع الإمدادات من الجنوب إلى الشمال بحيث إن أنا ما أعشي إيه في كماشة بنده وبنده واحد في الشمال والتاني في الجنوب وأنا في المص فأنا عندي استراتيجية بعيدة أنا عارف أعمل إيه وعندي تكتيكات شغال عليها وبغيرها تبقى للظروف المتغيرة طبعا الأرض وفي نفس الوقت أنا بتقدم شمالا بدفع الحدود بتاعتهم شمالا بأخذ مساحات ففكر استراتيجي وعسكرة على أعلى مستوى وفترة زمنية قديمة جدا وكانت مضطربة وإنت إمكانتك محدودة أنا في حالة حرب وتهديد من الجنوب وتهديد من الشمال وطبعا اللي سيقن الرائع عمله برضو إنه هو وحد الأمراء اللي موجودين في الجنوب معاه بحيث إنهم كلهم يتحدوا وعلى قبضة رجل واحد نتجه كلنا ضد هؤلاء الهكسوس وعمل ردع لكل من تسوي له نفسه أو بيخون أو مستعد يطوطأ فاتعملوا الردع انت خين اعدموه طبعا سيطر على ناس وذاكر أسماء ناس والحاجات دي عارفنا منين عندنا نمازج كتابها الطالبة التلميذ الصغيرين في لقصور فاكتشفناها منها لوحة كارنرفون دا اللي هو اكتشف مجبرة تطعنقامون فسمية اللوح على اسمه البعثة الفرنسية اكتشفت في أرامانت برضو نفس القصة يحكي لك القصة بقى الراجل قاعد بيعمل إيه واجتمعه وقاعد في القصر كامل زعلان إن زينا بقى موجود بين واحد في الشمال وواحد في الجنوب ومش عارف أسيطر ومش عارف أصل إلى منف ومش عارف أعمل كذا وكذا وكذا فلقى الرجالة بتوعه أو كبار الرجال البلط استمرأوا الفكرة عن استحابه اللي احنا كده كويسين وفي شيء مشكلة رفض هذا الأمر ورغم النسيقهم هنرع قتل لكنه لم يضعف ولم يخف واتجه ووصل بحدودنا إلى الشمال متقدما وعرفنا دا من برديات اشتغل عليها طلبة وباحثين أنا زيك يعني هم الولاد بيعودوا في زي الكتاب عندنا يعيدوا القصص القديمة ويكتبوها عشان التمرير الله ينور على حضرتك اكتب عن بطولات الملك فلان فهو اكسرسايز بياخده زي مثلا أنا أسمع سورة الفاتحة سورة البقرة أو اكتبها بحيث أن أنا أدرب نفسي على الكتابة فهو كان واخد بطولة مثلا كاموس والصراع بتاعه نفس القصة دي يعني حتى أحمس نفسه احنا معرفناش يعني هو انتصر عليكسوسي ازاي إلا من اتنين زباط في الجيش المصري واحد كان زابط في البحرية اسمه أحمس ابن إبانة والتاني زابط عادي في الجيش اسمه أحمس ابن نخبت عندهم مقبرتين في حتى اسمها الكاب في إطفو في أسوان بحرية ومشاة كتبين بقى السيرة الزيتية بتاعتها فده يقول لك أنا اتولدت في عهد الملك ستن رع وحكمت وسورة وخدمت مع ابنه أحمس وكنت ساعتها لسه ما تجوزش وانا أقلم المركب الفلانية للمركب وروحنا على أوريس وانتصرت وقداني نذهب الشجاعة وجبت اتنين أسرين مش عارف عمل ايه واحد فيه ممتد لحدة حطمس الأول أحد الملوك اللي حقين احنا عندنا يعني أحمس وبعكام الحطب الأول ابنه وبعكام حطمس الأول فشفت حضرتك فترة زمنية كبيرة والملك كرمني وخدت زهب الشجاعة ده سبع مرات يعني بيأخذ أوسمة وميداليات من الدول اه طبعا بشكل كبير الدولة كرمني والملك موجود وشافه وشاهد على هذه الوقع وان احنا حاصرنا طبعا هو حاصر أوريس أحمس وبعد كده اتجه رحوا جنوب فلسطين حتى اسمعش أروحين حاصروا منك ثلاث سنين لحد ما قطع عنهم كل حاجة انتصر عليهم انتصار صحك واختفى الاكسوس من التاريخ بعد كده ما نسمعش عنهم حاجة حدوتة أحمس دي هي حدوتة الأسبوع القادم جملة بل وتفصيلا أنا عايزة شكرة جدا على وجودك معنا النهار شكرا لحمد حضرتك دورتنا بجد وشرفتنا بجد وأمتعتنا جدا 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 إلى أبعد الحدود وأعتقد نستفيد كتير جدا مش بس بمسألة السردو لكن كمان المناقشة دي وأنا قاعد عمال بسأل ودكتور حسين عمال بيجاوب وحاجات زي كده فده بيفتح مع حضرتك الكثير من الأمور علشان تقدر بعد كده تروح تشتري كتاب وتدور على الإنترنت وتستمتع بتاريخك وتبقى فخور به كل يوم حد هنحكي حدوتة مش حدوتة فرد حدوتة تاريخ لوطن وحضارة مجتمع شعب عظيم ليه؟ هدي بقى حدوتة تانية هتتحكي في وقتها خلونا أشكركم وإن شاء الله لو كاننا لعمر نتقابل بكرة بإذن الله في برنامجكم التاسعة سلامت